اشتركوا في القناة والفحوصات الطبية التي اجريت لسموه والتي تكللت بحمد من الله وبفضله سبحانه وتعالى بالتوفيق والنجاح سائلا المجلس المولى عز وجل بان يمنع على سموه حفظه الله ورعاه موفور الصحة وتمام العافية وطول العمر لمواصلة مسيرة العطاء والبذل في هذا الوطن الغالي في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة بعدها استعرض مجلس الوزراء اخر تطورات ومستجدات التعامل مع فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر حيث اعرض مجلس الوزراء عن الاعتزاز بنجاح مملكة البحرين في التعامل مع هذه الجائحة على صعيد الاجراءات الوقائية والاستباقية او على صعيد تخفيف وطأتها على الاقتصاد الوطني وكان هدفها الاسمى صحة المواطن ومعيشته وحي المجلس بالتقدير والعرفان الجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في قيادة الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والتي نالت اعجاب العالم ومنظماته المختلفة حيث تمكنت البحرين من موازاة الاجراءات الاحترازية مع استمرار الحياة بصورتها الطبيعية وفيما نوه المجلس بالحس الوطني المسؤول لدى المواطنين في الالتزام بالاجراءات الاحترازية فقد اهب بالمواطنين بعدم التهاون بهذه الاجراءات ومن اهمها التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه وكلف الاجهزة المعنية كل في اختصاصه بالتشدد في تطبيق الاجراءات الخاصة بذلك من جانب اخر رحب مجلس الوزراء باستمرار محافظة مملكة البحرين على مرتبتها الثانية عربيا واقليميا ضمن نتائج تقرير الامم المتحدة للحكومة الالكترونية 2020 وتصنيف المملكة في فئة الدول ذات المؤشر العالي جدا في مجال التطور العام للحكومة الالكترونية بعدها ادان مجلس الوزراء استهداف الميليشيات الحوثية الارهابية للمدنيين والاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة ونوه المجلس بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اعتراضها وتدبيرها واكد على وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة اي محاولة تستهدف امنها واستقرارها وقد ادل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الامين العام لمجلس الوزراء عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عن بعد بتقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يليه اولا اطلع مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استدامة الصناديق التقاعدية ووافق المجلس على المذكرة المرفوعة من اللجنة والمتضمنة توصيات مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاجراء عشرة اصلاحات منها اربعة اصلاحات طريقة ووافق المجلس على المذكرة المتضمنة على توصية باصدار مرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والانظمة التقاعدية والتأمينية للاصلاحات الطارئة المتمثلة في دمج صندوقي تقاعد القطاع العام المدني والقطاع الخاص وربط الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي بوجود فائض بصناديق ووقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية من اي من الصناديق التقاعدية والتأمينية والتي من شأنها مد عمر الصناديق التقاعدية والاستمرار بالوفاء في التزاماتها تجاه 95 ألف مواطن كما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لبحث الإصلاحات المستعجلة الأخرى وفق توصيات مجلس إدارة الهيئة الواردة في المذكرة بما يسهم في استدامة صناديق التقاعدية والتأمينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومناقشتها مع السلطة التشريعية لإصدار تشريعات اللازمة بصفة الاستعجال ثانيا وفق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال وقف تحويل إيرادات النفط المرصودة لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020 واستقطاع مبلغ وقدره 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020 والموافقة أيضا على إصدار مرسوم بقانون بشأن تصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة ثالثا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار يضع الضوابط والمعايير والقواعد التي تحدد المستفيد النهائي وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويسر القرار على كافة الأشخاص المسجلين الخاضعين لقانون السجل التجاري رابعا امتثالا لتكليف صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء لوزراء الخدمات بزيارة قرى المنطقة الغربية فقد اطلع المجلس على نتائج زيارة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء إلى تلك القرى واحتياجاتها وإدراج تلك الاحتياجات ضمن خطة هيئة الكهرباء والماء لتنفيذها خامسا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتطوير مكتبة الرفاع العامة عبر ما تقوم به وزارة التربية والتعليم بتزويدها بكافة المراجع والكتب في شتى المجالات المعرفية والخدمات الإلكترونية سادسا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتضمين منهج المواطنة على مفاهيم حول دور النائب والدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب سابعا وفق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بإنشاء متحف للرياضيين وفي بند التقارير الوزرية أخذ المجلس علما بنتائج الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني وذلك من خلال تقرير سعادة وزير الخارجية كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية في أعمال القمة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ونتائج اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة من خلال تقرير سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر